موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عما يدور في الساحة الإعلامية والكثير من كواليس الدولة الجزائرية عن إفساد الرئيس تبون لطبخة كانت تعدها لوبهات أو جهات داخل السلطة في الجزائر وهذه الطبخة تتعلق بعزل الرئيس تبون وإسقاطه إلى الحكم والذي يعني آليا نهاية المشوار الذي بدأه الفريق أحمد قيد صالح حشية الحراك الشعبي التاريخي الذي خرج إلى الشوارع في فيفري 2019 ماذا تبقى إذن من مصار أحمد قيد صالح لم يبقى سوى عبد المجيد تبون في السلطة فقط الدائرة التي كانت محيطة بالقيد صالح بين سجين ومتقاعد وشبه معزول بقي في مكان بلا وظيفة ولا بلا سلطة ولا بأي شيء آخر هناك الذين هم في السجون وهناك الذين هم بصدن الاستماع إليهم في قضايا وهناك من تم تمت إحالتهم على التقاعد وهناك من خلوه همشوه ما عنده حتى قيمة في وزارة التحالي هذا على المستوى العسكري وأشياء كثيرة داخلية في المؤسسة العسكرية لن نخوض فيها ولكن نخوض في الجانب الذي يتعلق بالمشهد السياسي بلا أدنى شك أن ما حدث مع تبون لم يكن متوقع فمباشرة بعدما أدى القسم الرئاسي في 19 ديسمبر بعدها في 23 ديسمبر توفي الفريق أحمد جيد صالح عراب تلك المرحلة وكانت ضربة قوية بلا أدنى شك لذلك المسار لأنه كان هو القوي الذي كان يراهن عليه وكان يدفع به نحو توجه معين هناك من اتفق معه وهناك من خالفه بلا أدنى شك فهذا هو عالم السياسة وهذا هو عالم مثل هذه المحطات ولكن الذي حدث بأنه تمكن في تلك المرحلة أولا من حقل دماء الجزائريين أن المؤسسة العسكرية لم تتورط الرطفقة الجزائريين أو الأجهزة الأمنية أو شيء آخر الأمر الثاني أنه جنب الجزائر ما يمكن أو ما قد يصل إلى حرب أهلية بلا أدنى شك كما قلت أن الذي حدث مع الرئيس تبون غير متوقع وفاة القايد صالح بعد ذلك وباء كورونا الرئيس وجد نفسه في عاصفة حقيقية حتى عندما دخل الرئاسة تحدثنا حينها على أنه وجدها ملغومة بلوبهات العصابة نحن عندما نقول هذا الكلام لا يعني أننا نزكي عبد المجيد تبون وأنه عبارة عن مهدي منتظر لإنقاذ الجزائر بلا أدنى شك أن عبد المجيد تبون هو من رجال بوتفليقة وهو وزير على مدار سنوات طويلة في حكم بوتفليقة وكان مقرب من بوتفليقة وكان مقرب من هذه الدوائر الدوائر بلا أدنى شك ولكن نحن أيدنا في تلك المرحلة ذلك المسار لأنه كان الضامن بعد الله تعالى أن ذاك القايد صالح وفضلنا أن نتماهى مع تلك الضمنات التي قدمها القايد صالح باسم المؤسسة العسكرية والتي يعني أنها ضمنات المؤسسة العسكرية أفضل من أي مغامرة قد تؤدي إلى انزلقات وتعرف أنه إذا انزلق الوضع الأمني صعيب جدا أنك تسترجع بسهولة في ظل تحريض في ظل دوائر خارجية وداخلية تعمل على نشر الفوضى في الجزاء على كل حد عندما دخل عبد المجيد تبون الرئاسة وجدها ملغومة بلوبهات لكنه لأسف الشديد عبد المجيد تبون كان الغطاء القوي الذي كان يستضل تحته هو الفريق أحمد جيد صالح ولذلك حتى عندما ترشح كانت الحاملة الانتخابية تبعه لم تكن في المستوى من كثير من النواحي حتى المحيطين به كان يسارع الزمن فقط يجيب في الناس حتى يدير مداومة انتخابية للرئاسية كان يتقدم برجل وكان أنا شخصيا من خلال متابعتي له من خلال الحملة ومن خلال ما كان يتحدث يرحيلك بأنه فقط كان يتمنى رضا العسكر حتى يفوت للرئاسة هذه حقيقة لا يجب إنكارها وفي تلك المرحلة أن المؤسسة العسكرية هي التي مسكت الأمور لو لم تمسكها المؤسسة العسكرية لكانت انحرفات وربما وصلت إلى ما لا يحمد عقباه وهذا حقيقة ما يجب أن نغفل عنه عندما دخل الرئاسة من الأخطاء التي ارتكبها تابون أنه لم يقم بتطهير رئاسة الجمهورية بل أنه جاب معاه أشخاص أعطاهم بعض المناصب وهم أصلا كانوا أعرفهم في دائرته اللي كان عايش فيها وهي دائرة نظام بوتفليقة وهؤلاء الناس معروفين اليوم يوالي تابون غد ويشوف أن هناك ظهرت قوة أخرى أكبر من تابوني وليها ولا لأنه الهدفهم هو ليس ولاء لبرنامج يخدم البلاد هو ولاء للأشخاص من أجل الحفاظ على أنفسهم في السلطة هذه تحطوا اليوم في بلاسة غدوة يدور عليك يبيعك عندما يجد نفسه مع جهة أقوى هذه الحقيقة اللي باعوا بوتفليقة وصاروا يقولوا عليه عصابة وصاروا يشتموا فيه كانوا مقابلها يسبحوا بحمده كي ظهرت قوة أخرى رجعوا أيضا يسبحوا بحمد القايد صالح القايد صالح رحل سبحوا بحمد تبون فطرة وكان يشوفوا تبون رح يتساقط رح يروحوا إلى جهة أخرى لأن هذا هو طبع هذا النظام هذه من الأمراض التي تنخر النظام الجزائري والنظام الجزائري على مدار سنوات طويلة يعتمد على الولاءات يعتمد على واحد يشيت له وليس واحد عنده شخصية قوية يحب يفرض رأيه يحب يعطي وجهة النظر الصحيحة كي ما تفوتش رأيه ويشوف شيء غلط يدير ما يديروش نحن لا أبدا المسؤولين المهم يدير حتى يشوفها غالطة المهم يدير يقولوا اشدخلني هذا الذي يحدث في الوزارات وفي البلديات وفي الدوائر والولايات والسفارات والقنصليات هذا هو الإشكال جاء بعطوه أمر يطبقوا حتى يكون يشوفوا غالط المهم ما يغضبش هالجهات العليا اللي اعطات له هذا الأمر وهذا اللي يوصل البلاد إلى هذه الكارثة التي تعيش فيها أيضا أنا قلت في تلك المرحلة أن هناك مخطط لإسقاط تبون تبون طحف الفخ المشكلة أن تعتبون أنه جاء وادخل للرئاسة وداخل باسم التغيير وباسم الحراك ولم يحط به رجال على الأقل صادقين خرجوا من رحم هذه الثورة الشعبية أبدا أحاط به رجال تعبوا تفليق جاب فلان كان في حزب تاج جاب العقاب كان في حزب تاج جاب فولاء علان كان في حزب رفالان جاب أخرين كانوا في مكاتب بوتفليقة من الدرجة الثانية والثالثة يا ليتهم كانوا من الدرجة الأولى فقط بينهم في مرحلة معينة انتقد شوي لأنه تم إقصائه وتم الاستغناء عن خدماته انتقد شوي تلك المرحلة خلاص جابه لا وهذه هو الغلط اللي أبقى فيه تبون كاد يروح ضحية هذه اللبهات التي أحاطت به لبهات مصالح لبهات منافع ولبهات همها الولاء للأقوى وليس الولاء للدولة فرق شاسع ما بين جيب مسؤول ولاء للدولة إلى مشروع معين وجيب أشخاص ولاءهم للقوي اللي تزوجهموا يقول له عم هذه هي الإشكالية اللي حدثت مع الرئيس تبون وسقط في فخه وكاد أن يدفع ثمنه وإذا لم إذا عاد للجزائر وبدأ يمارس مهامه مجددا إذا لم يصلح هذا الخطأ رايح تشوفوا وتذكروا كلامي جيدا سيدفع الثمن غالي ولن يبقى أمام تبون إلا أن يساير هذه العصابات التي ستعود بقوة لنهب البلاد والإفساد فيها ويسكتوا عليه يخلوه إذا كان هو هدفه فقط يبقى رئيس رح يخلوه وديروا رجلهم في البلاد وفي الشعب وفي الناس اللي الطالب بالتغيير وإذا كان أراد أن يتصدى لهم هنا تحتاج رجل قوي وتحتاج تكون الأجهزة معه طرى هل المؤسسة العسكرية سأرح تكون معاه في عهد شنقريحة كما كان من المفروض ستكون معاه لما كان القيد صالح لو لا رحله هذا السؤال يبقى مطروح لن نجيب عليه حاليا على كل حال بدأت تعود جذور العصابة بدأوا هم اعتبروا أنه سجن توفيق وترطاق وحنون والسعيد في مؤامرة ضد القيد صالح هي ما كانتش مؤامرة ضد القيد صالح حقيقة كانوا رح يريدونها عزل القيد صالح باش يسيطروا على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية هذا هو اللي كان وقف لهم في الطريق فأرادوا عزلوا باش يسيطروا على المؤسسة العسكرية ويفوتوا مشروعهم الانتقالي عن طريق مجلس رئاسي ويحطوا بعد الرئيس ويبقوا هما في دائرة الحكم هذا كان مخططهم أجهدوا لهم القيد صالح عن طريق المؤامرة اللي قدموهم للمحكمة العسكرية كانت مؤامرة ليست على شخص القيد صالح ولكنهم صوروها على شخص القيد صالح بمجرد مغادرة القيد صالح للدنيا بدأوا يعملون على استرجاعهم في ذهنه أنه توفيق هو رجل الدولة حتى نشوف في مديح كثير أنه رجل الدولة توفيق رجل الرئاسة عمره توفيق ما كان ضد جهة معينة أو يصنع لوبيهات اللي يقول لكم راه هو توفيق كان صانع لوبي اسمه التوفيقية داخل النظام الجزائري يكذب عليه توفيق شخصية ضعيفة جابان بمعنى الكلمة ما عندوش قوة لكنه عمل هالة وأكثر من عملونه الهالة هم المعارضين اللي يردوه رب تزاهر والعياذوا بالله وفعلوا ما فعلوا هو عبارة عن بعبع فارخ بالونة قصها دبوس تتفجر وهذا ما اكتشف السعيد بوتفليقة السعيد بوتفليقة كان ينظر من خلال الهالة اللي كان محيطة بتوفيق كان ينظر إليه على أساس أنه أمبراطور لا يمكن كان يخاف منه ولكن عندما طلب عن طريق أويحيا أن يلتقيه التقاه قعد معه ساعة أو ساعتين عارفوا بأنه حكاية فارغة خرج من ثم دار له مخطط معه القيد صالح وجماعة وكذا وكذا وتم عزله عيط له حتى التليفون ما عيط له عيط له أويحيا بتليفون قال له سيادة الفريق رك رايح للتقاعد لم حويزه ورحل داره هذا هو توفيق تستطيع أن تستعمله الجهة اللي يجي للسلطة تستعمله كان وفيه للشادلي وبعد كان وفيه الزروال بعد كله كان وفي ليهم ودائما مع الجهة القوية هو دائما عمره هو يرفض أنه يكون خصم عمره لا يحط نفسه في الواجهة ولكن ما عرفه الديالاس في تلك المرحلة هو انكسار من يعتقد بأن الديالاس في عهد توفيق وصل لدرجة القوة فهو يكذب عليكم الديالاس أو المخابرات الجزائرية تم إضعافها في عهد توفيق كثير من الرجال الحقيقيين رجال الأجهزة الحقيقيين تم الاستغناء عنهم واش خلى ناس يتأخروا في الرطب كم من إطار راح للتقاعد وهو ما زال هو صنع لبيهات وصنع أخطبوت من العلاقات في كثير من الدول وراح يستغنى عليه والتوفيق قرب منه غير ليشيتون وحتى هو المتردية والنطيحة اللي يسكت يقوله يطبقه فقط فلذلك لما وصل الجهاز الديالاس سوارحة معينة كان المسؤولين اللي في الجهاز كلهم ماجسوا من الكفاءات الحقيقية تم استبعاد الكفاءات الحقيقية لذلك من يقول بأنه الآن إذا رجعت ديالاس معناها رجعت قوة الجهاز أبداً حقيقة ديالاس أسوأ مما يعتبر الأسوأ في مراحل المخابرات الجزائرية ولكن بعدما حلوه جاء أسوأ من السو جاء درجة أخرى أقدر من القذار هذه هي الحقيقة لأنه تم تفكيك الجهاز إعادة بإناء الجهاز لا يجب أن تمر عبر توفيق تمر عبر كفاءات حقيقية تم استغناء عنها تم تضيعها تم إخراجها من المشهد هذه هي لكن هذه هي التي يجب أن تكون وأما من يعتقد أنه توفيق رح يرجع ويعيد بناء إمبراطورية الديالاس الرهيبة التي تعيد هيبة الدولة هذا كلام فارغ حتى مكافحة الإرهاب حتى مكافحة الإرهاب ما قام به الديالاس ساعد الإرهاب الذين هزموا الإرهاب ليس الجيش الوطني الشعب من يقولك أن الجيش هو الذي قضع الإرهاب يكلب عليك الإرهاب تم القضاء عليه لما تدخل المواطنون وصانوا دخلوا عن طريق الباتريوت وهما يعرفوا المناطق عندما دخلوا بتلك الطريقة تم القضاء عن الإرهاب وهذا موضوع لازم يجيين هارو نحدثكم عليه كيف تم القضاء عن الإرهاب هل المؤسسة العسكرية هل الديالاس المخابرات هما اللي قضعوا عليه سأبين لكم الحقيقة ما يكذب عليكم الذي هزم الإرهاب هو الشعب الجزائري بدعم من المؤسسة العسكرية ودون ذلك فهو كلام فارغ منطقة البوليدة التي كانت فيها الناحية العسكرية الأولى التي هي أكبر ناحية كانت منافعها مناطق محررة تسيطر عليها الجماعات الإسلامية المسلحة أنذاك ولم يستطع الجيش تحريرها من حررها حررها المواطنون ولكن بدعم من المؤسسة العسكرية حقيقة وهناك كثير من الأسباب من الناحية العسكرية التي أدت إلى ذلك الضعف يجي نهار وانتحدث أن العصابة لم يتم القضاء على أخطبوتها داخل المؤسسات بدأت تلملم نفسها وتعيد نفسها اللي دفعوا الثمن راحوا راحوا واللي ما زالوا تم الحفاظ عليهم حظهم أن القايد صالح مات لأنه لو قد القايد صالح رأى القضاء عليهم جميعا وكان بصدد القضاء عليهم واجتثاث أخطبوتهم خاصة داخل المؤسسة العسكرية لكن بمجرد موافاته تم إيقاف تلك الملاحقات لأخطبوت العصابة داخل المؤسسة العسكرية وهذا الذي للأسف الشديد حدث لاحقا مما أعاد القوة إلى العصابة والآن راهي مهيمنة على كثير من الدوائر والقضاء عليه يحتاج إلى رجل قوي مثل القايد صالح ونحن عندما نذكر هذا الكلام لا يعني أننا نقدس القايد صالح لو بقي القايد صالح على قيد الحياة وانحرفت الدولة إلى ما نراه الآن لانتقدناه بشدة وربما أسوأ مما ننتقد به تابول وننتقد به شنجريحة وغيره ولكن رحل في ظرف معين أنتم تعلمون ظاهرة والمخفي فيه كبير جدا ربما عندما تنكشف كل المعطيات لدينا سنتحدث فيه المهم وجد الرئيس صعوبة التخبط في الحكومة اختيار الوزراء الدقيقة الأخيرة كانت هناك قائمة للحكومة بعد ذلك مباشرة محمد السعيد رح يلقي قبل وقت قصير باش يمر يعلن عن الحكومة غيرون الحكومة جابونه حكومة أخرى كان صراع كبير في دهاليز السلطة لم يظهر له وكانت الذين عينوا الحكومة في ذلك الوقت أغلبيتها عينها العسكر وهناك أشخاص تم الاتصال بهم وكذا كذا وبعد ذلك العسكر شطبوهم ورجعوا لهم حتى قالوا لهم نعتذر لكم على عدم الاتصال كانوا يعملون في الفطرة قبل مرض الرئيس كانوا يعملون على إسقاط الرئيس جاءت تصريحات بعض الأطراف أثارت الشارع هناك ممارسات مورسة باسم الدولة والرئيس ما على بلوش بها أصلا أنا أجزم لك ما على بلوش بها وما سمعش بها أصلا اعتقالات اختطفات ادي واحد من هنا بعد في الليل يخرجوه كي الأمور حدثت الرئيس ما على بلوش بها أصلا أصلا ولا وصلوا له ولا اعطوا له تقارير ولا اعطوا له معلومات وبدوا يعملوا يخلطوه في الأوراق باش يسقطوه لأنه الهدف ليس أنه تببون يشكل عنهم خطر أبدا تببون عندما حيث تميل القوة رح يميل ولكن الإشكالية الكبرى أنهم يريدون إنهاء هذا المصر وشفناها أنه في تقارير لعملوها التلفزيونات حول ذكرى الأولى لانتخابات 12-12 ما ذكروا القيد صالح ونستنى يوم 19 وشرح يقوله ونستنى يوم 23 تلفزيون وأنا نقول لكم معلومة وذكرتها من قبل أن التلفزيونات طلقت أوامر بعدم إظهار لصورة القيد صالح وللحديث عنه هل يوم 23 بعدما فضحناهم ربما طفوا الظو يقول لكم فضحنا خلينا نظهروه فقط ذكرى وفاته من أجل كسب من أجل كسب ود أنصاره لمزال عنده جماهيرية وشعبية أو ربما يسرون على هذا الأمر خلاص ما يزيدوش يذكره إذا لم يجري حديث في نشرة الثامنة يوم 23 ديسمبر 2020 على الذكرى الأولى لوفاة القيد صالح تأكدوا أن الأمر خلاص أن السلطة سممت على قتل القيد صالح آلح ما بعد وفاته وننتظر هذا الأمر ولكن المعلومات التي وصلتنا في الفطرة الماضية كلها أنهم قالوا لهم ما يزيدوش تهدروا عنه هل سيبقى الأمر على ما هو عليه ننتظر يوم 23 و12 المهم مرض الرئيس جاتهم فرصة من ذهب كما قلت هناك شبهات وعلمة استفهام كيف تخل الفيروس إلى الرئيس وزرات فيها تحقيقات والله أعلم إلى حيث وصلت هذه النتائج هذا من جهة لما مرض الرئيس بدأوا يتململون ويستغلونها فرصة فأعادوا البتفليقية إلى الواجهة نعم أعادوا البتفليقية إلى الواجهة تعاملوا بها بطريقة أسوأ مما كانوا يتعاملون من أخبار مع بتفليق الكذب المعلومات الكذبة نفسها أحيان لو ترجع إلى البيانات التي عملت من قبل على مرض البتفليقة تلقاهم نحو كلمة تبون وحتو نحو كلمة بوتفليقة وحتو تبون ونحو كلمة فرنسا ولا سويسرا وداروا في بلستها ألمان تكاد تكون صورة تبقى الأصل وكانت هذه الطريقة إما أنها متعمدة وهو الأرجح أو أنها نوع من الجهل نوع من الفشل الذي منيت به الرئاسة ومنذ عهد بوتفليقة والأرجح أنها متعمدة حابين يقولوا كنتم تنتقدوا في بوتفليقة مريض هاهو لكم تبون مريض وهي نفس الطريقة نتعاملوا بيها أن الجزائر لم يحدث فيها أي تغيير هذا هو الأرجح وربما ستنكشف في لاحقا الكثير من المعلومات هنا بدأت الطبخة أنا أقول لكم الطبخة تطبخ من قبل ولكن هنا بدأت النيران أكثر ولت الطبخة سخونة جاءت فرصة بعزل الرئيس الرئيس نقلوه في ظرف صحي سيء جدا نقلوه في غيبوبة المعطيات التي كانت عندهم أنه لن يعود هذا اللي كان عندهم وكانوا مقتنعين أنه واحد ضربته كورونا ودخل في غيبوبة لن يعود إذن يجب أن يطبخوا الطبخة الطبخة اللي فشلوا فيها قبل في عهد القيد صالح أرادوا إعادتها من جديد أبدأت الإجتماعات وللأسف المؤسسة العسكرية بدأت تساير آير في هذا الأمر وتتجيه بقوة نحو الحديث والاجتماعات لمرحلة ما بعد تبولي أن كل المعطيات كانت تقول بأنه لن يعود أنسوا حكاية البيانات كلها فقط للاستهلاك الإعلامي ولكن الطبخة كانت تطبخ قبلها على نار هادئة وبعد ذلك بعد مرضه صارت تطبخ على نار مشتعل لكن الإشكالية حدثت أنه هذه الطبخة يجب أنها ترضى عليها فرنسا ترضى عليها بعض الدوائر الغربية حتى لا يوصف بانقلاب لأنه الرئيس رأي عند الألمان المعطيات الصحية وضعوا الصحي وكل شيء ملف انتعوا كلها رأي عند الألمان ما يقدروا يجي يكتب ويقول ورهو مات ولا عاجز ولا كل شيء بدوا يطبخوا في طبختهم ويستنوا عامل الزمن يكون في صراحهم يجيهم خبر الرئيس مات هامت هنناو يجي أي طريقة أخرى أو أنه يعملوا هذه الطريقة ويحاولوا إثارة الشعب ربما يخرج الشعب للشوارع وتستغل هذه الظروف إلى عزل الرئيس أو شيء من هذا القبيل المهم أنه وطيرة عزل الرئيس كانت سايرة حدثت اجتماعات وبينها والكثير منها كانت تحت رعاية الفريق سعيد شنقريحا وغيره من الجنرال الرئيس غائب جدا الدولة في أيديهم يديروا ورح يديروا واشي يحبوا بدوا يطبخوا في طبخة اللي لازم إما يعزلوا الرئيس عن طريق المجلس الدستوري أو عن طريق عن طريق أنه هو يعلن استقالته من ألمانيا يبعث استقالته ويلا يدير فيديو يقول راني استقالت بسبب وضعي الصحي وهذا الذي كانوا يتمنوه وبعد ذلك هم يطبخوا الطبخة اللي يحبوها إما عن طريق المجلس الدستوري أو شيء من هذا القبيل إذا كانوا كانوا حبين انسيدات جماعة اللي حبين مرحلة انتقالية كانوا حبين انسيدات دستوري رئيس مجلس الأمة بالنيابة لازم أنه تكون عندهم إشكالية أخرى قانونية في المجلس الدستوري يبدو يديروا في السيناريوهات ربما استقالة رئيس المجلس الدستوري أو إعلان أنه مرض بكوفيد حتى هو روه في المستشفى وبدت تدرس السيناريوهات لما يكون هناك مشكلة في مجلس الأمة ومشكلة في المجلس الدستوري هنا تعطيهم فرصة أنهم يدخلوا في طبخة جديدة عن طريق طريق شخصيات مجلس رئاسي أو شيء وهذه الطبخة في إطار مرحلة انتقالية كانت تطبخ مع دوائر فرنسية وتحدث عليها حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بعد عودة وزير داخليته من الجزائر حيث أطلعه على عدد من الأمور التي تخص هذا المشهد لأن السلطات الجزائرية للأسف والنظام الجزائري مرة الوحيدة الذي غرّد نهائيا خارج سيرب فرنسا هي في فطرة القايد صالح لم يكن يعود أصلا إلى الدوائر الفرنسية بل أقصاها نهائيا ولكن قبل ذلك كانت فرنسا هي التي تطبخ طبخ كلها وبعد ذلك أيضا صارت فرنسا استعادت الأمور وشفنا العلاقات كيف شولت ماكرو يمدح تبون وتبون يمدح ماكرو تغيرت الأمور وتغيرت المعادلة وأعاد الإليزي مجددا قوته في دوائر الهيمنة على النظام الحاكم في الجزائري هذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجزائريون وخلينا منك الشعارات باديسية ونوفمبرية وأن فرنسا هي العدو كل كلام فارغ ولا نهرول للتطبيع تهرولش للتطبيع وربما تمشيره منبطحا أو تمشيره بطريقة وضعية البطة أو شيء من هذا القبيل هذا كل كلام فارغ فقط للاستهلاك الإعلامي لأنه يدرك الشعب الجزائري هناك بعض القضايا تخليه يميل للنظام وتخليه يعطيه قيمة للنظام أنه عندما يدعي هذا النظام أنه لا علاقة له مع فرنسا أنه نظام يعادي الصهيونية ويدافع عن القضايا وكذا وكذا بمثل هذه الأوطار الشعبوية التي تستعمل بطرق شعبوية يريدون كسب ود الشارع وهذه ما عادت تنطل على الكثيرين ومما يشكل لهم عقبة في طريقهم بدأوا يمارسون الغموض والتعتين الرئيس إيس المعلومات التي توفرت لدينا أنه لما الرئيس تعافى وكان بإمكانه يتكلم رجعت له الملامح انتاعه لأنه كما قلت لكم اقبل الجلد على الله أعظم وصل الوضع ما يمكن تصوره لما رجعت له هكذا بدأ حب يظهر هناك معلومات تقول بأنهم قاموا بتسجيل فيديو وهذا الفيديو ما نقلونه فرقة تلفزيونية كلام فارغ الذين سجلوا هذا الفيديو سجلت السفارة الجزائرية في ألمانيا سجلوا له خطاب وهذا الخطاب أرسلوه إلى الجزائر طبعا أرسلوه إلى قيادة الأركان ما أرسلوه إلى الرئاسة أرسلوه إلى وزارة الدفاع وهذا الخطاب رفضته وزارة الدفاع لم تمرره هذه الرواية الموجودة رفضته وبعدين قالوا له لا ليس خليك متعافي نزيد ونعمل شوي بيانات مرة ولا اثنين قررين جهة معتصل التصريحات إلى جهات إعلامية حتى تتعافى نهائيا لأن المشكلة أنه ما أعجبهمش محتوى الخطاب ما أعجبهمش محتوى الخطاب الخطاب قال فيه بأنه سيذهب إلى انتخابات تشريعية وأنه سيستدعي الهيئة الناخبة قبل نهاية السنة وما إلى ذلك من هذه الأمور وهم لا يريدون هم لا يريدون الذهاب بعيدا أبعد مما وصلوا إليهم يريدون مسار آخر أنا لا أقول كل النظام حتى تكونوا تفهموني جيد هناك لوب قوي لوب قوي في السلطة يتجه نحو هذا الاتجاه ومدفوع من دوائر فرنسية هذه هي الحقيقة اللي لازم تفهمها المهم عندما رفضوا له الرئيس غضب بعد ذلك تقول المعلومات أنه هناك جهة أنه يوم 13 يوم 13-12 2020 تم اجتماع جديد لما وصلهم ذلك الخطاب شافوه استعجلوا بعدة لقاءات مستعجلة واجتماعات لاتخاذ قرار مناسب في ذلك اليوم تم اجتماع هناك من اتصل ياب الرئيس تابون يا ابنه اتصل به قال له ضروري هو وش حدث هو وش حدث ضروري يظهر الرئيس هناك طبخة راهي في مراحلها النهائية ربما غدوة ولا بعد غدوة يجتمع المجلس الدستوري إذا لم يظهر الرئيس فهنا قام ولدو اهضر مع الرئيس لا أدري ما دار ما كنتش معهم فتم الاتفاق مباشرة بتصوير فيديو فصوروا فيديو بتلك الطريقة بالموبايل ولدو اللي صوره مباشرة نشره في تويتر لم يرجع إليهم ما شاهدوه هي من المفروض أنه رئيس دولة راهو موجود في المستشفى راهو هناك طاقم موجود معاه هناك أشخاص موجودين معاه لشكل همزة وصل ما بين الرئاسة والرئيس أيس لأنه ماش دائما يقدر يتواصل معاهم وكذا 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 لما تعاف الرئيس وصار في فندق كما شفته صوره وهو في فندق لما تعاف الرئيس من المفروض أن الرئيس لما تعاف وخلاص ولا يقدر يحكم المفروض يروح لرئيس الوزراء بعض الوزراء يروح لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأهميل العام لوزارة الدفاع هذا رأى وزير الدفاع قائد أعلى القوات المسلحة وهذا هو اللي معي الرئيس الحكومة والحكومة رأى يتطبق في برنامجه لهكذا يقول من المفروض يصوره ومن المفروض يلتقي معاهم ويجلس معاهم ويصورهم التلفزيون ما راح له حتى حد ما راح ولوش أصلا لذلك الرئيس من المفروض أنه كما قلت يلتقي معاهم وأنه بش يظهر بعد هذه المدة ما يقارب شهرين هو مريض من المفروض لا يمكن أن يظهر إلا باستشارة واجتماع آعوا يحكوا فيها المستشارين ويتطفقوا على صورة معينة للخروج لو اجتمعوا مستحيل تكون هذه الطريقة الظهور على تويتر مستحيل كانت صفحة رئاسة الجمهورية كان الأدمن انتاعها عبداللطيف بالقايد وبعدين نحواها لهم صار عند مكتب شنقريح نحواها لهم في فطرة معينة وشفتوا كيف منشرت أشياء قليلة جدا وبطريقة مدروسة عكس ما كانت عليه من قبل أوكي بقي تويتر والفيسبوك نتاع الرئيس هذا كان يدير فيهم ابنه الرئيس بنفسه سئل في حوار مع التلفزيون الجزائري فماذا كانت إجاباته الشحين السوشيال ميديا نرى تدوينات على الفيسبوك تغريدات على تويتر هل تشرف عليها شخصيا أم أن لديك فريق عمل يقوم بذلك لا تبعش عفو بالنسبة لفيسبوك وتويتر لديك تغريدات لديك تدوينات هل تشرف عليها شخصيا أم لديك فريق لا فيه فريق فهنا نفعل الميدان من دخل طيب واضح أن الرئيس قال بأن هذه الأمم ما يعرفهاش طبيعي أن الناس الكبار هذه ربما نوع من الطرفة قد يكون صادق أنه ما يعرفهاش وما يتابعهاش وما عندهش علاقة بها أو أنه فقد طرفة على شبكات التواصل الاجتماعي يقول عندي طاقم حتى يبرز نفسه أنه لا يمكن أبدا في نظر الناس أنه اللي يغرد على تويتر ولي يكتب في الفيسبوك غير الإنسان عادي في نظر في المخيال الكثير من الجزائريين نوع من تقليل الشأن فلذلك قال هذا الكلام ولكن المعلوم عندنا أنه حسابه على تويتر والفيسبوك ولده هو اللي يدير فيه هو اللي يدير فيه هو اللي يكتب له يرجع له حقيقة يقول له هاوش نقوله كذا يكتب له رؤوس قرام وينظمها وينشرها هذه الحقيقة إذن الفيسبوك وتويتر عنده في ألمانيا في التليفونات اللي موجودة معها في ألمانيا فاتخذ القرار بظهور الرئيس وذلك الخطاب ما رجع لهمش نهائيا هذا بعد مرجوعهم زادهم غضب الآن هناك غضب من دوائر في السلطة على الرئيس تنبول لذلك بعد 13 واليوم 17 في الشهر يعني 13 14 15 16 17 5 يام وقابلها أكيد يومين ولا 3 أيام على الأقل رهوا في وضع صحي معناها أكثر من أسبوع هو الرئيس بخير لم نلاحظ زيارة أي مسؤولة ما ظهروه يعقد حتى اجتماع سيدي عبر عبر الوسائط هذه التقنيات هذه المتوفرة على الأقل يعقد اجتماعا على الوزراء انتاعوا كذا كذا ما كان والو ما عدا ذلك الخطاب الذي يظهر فيه الذي يظهر فيه الذي يظهر فيه وبذلك يكون أفسد طبخة عزل الرئيس بسبب مرضه هل ستتوقف هذه الطبخة طبعا لا الآن ستتمبح طبخة أخرى الآن الرئيس لم يتعافى تماما وضع الصحي ما زال وأن يتعافى ويعود إلى قواه الأولى راهي مستبعدا هذا ليس كلامي كلام أطباء تواصلنا معاهم وتحدثونا وفيهم حتى أطباء نفسانيين تكلمنا معاهم حللولنا صورة الرئيس من ناحية نفسية أنه قلق أنه كأنه يستعجل شيء ما أنه مريض أنه حتى الحركة تعره ما يقدرش يتحرك الرئيس ما معناها أنه لا يمكن أن يوقف غدا قد غدا يظهروه قف طبيعي لأنه ولكن في ذلك اليوم كان أنه هناك صعوبة على الأقل في أبسط الأحوال أنه صعوبة في الوقوف ولا نستطيع أن أجزم بأنه مثلا عاجز تماما لا أنه هناك صعوبة في الوقوف ربما عمروا الأيام يعني يصير عادي وأنا نعرف شخص جاري أصيب بكوفيد ولا ما قادش يقدر القد في الفلاش وبعد ذلك ولا يمشي بصعوبة جدا الآن ره يمشي بعد مرور أكثر شهر تقريبا شهر قعد في وضع ما يقدرش يمشي يمشي على عكاس وبعد صار يمشي عادي الإشكالية هذه الله أعلم الآن هم هذا المخطط أجهض إلى حد كبير أفسد عليهم الطبخة الآن لازم لهم يظهروا أنهم إما يحاولوا يهدئوا اللعب مع الرئيس ويهدئوا اللعب مع جهات خارجية الرئيس بظهور هذا بمرسلة إلى تغريدته على تويتر اللي هنأ فيها بايدن وكان من المفروض أن دولة جزائرية أولا ترسل برقية رسمية ولكن الرئيس استعجل وكتب وكتب له حظ موفق لغة ليست لغة دبلوماسية إلى حد كبير هي لغة تويتر ولكن فعلى ذلك أحرجهم وضطرهم أنهم سارعوا بإرسال برقية رسمية باسم الدولة الجزائرية أرسلت بعد تغريدة الرئيس لأن الرئيس هذه الفطرة الرئاسة صارت مجمدة وقلت هلك مقبل رأيت حولت الكوري ما فيها أول غايبة نهائيا أمور طبخة طبخة الدولة تسير في أماكن أخرى تسير في قيادة الأركان ووزارة الدفاع وشوية نشاطات تُعطى إلى الحكومة وإلى عبد العز جراد هذه هذه الحقيق لذلك أنه الأمور هدأت لن أكتبخة لتطبخ فيها لوبي ولا أقول السلطة كلها هناك لوبي نافذ ولديه تأثيراته ولديه قوته كان يطبخ طبخة عزل الرئيس الآن هذه الطبخة أفسدوها الآن ماذا بقي لهم بقي الأمر احتماليا إما أنهم يواصلوا هذه الطبخة بطريقة ما بطريقة ما وهذه الطبخة تتوقف على صحة الرئيس إذا الرئيس زاد مرض مجددا نسقط وضعه الصحي هذه الحالة ستسهل لهم طبختهم وإذا كان الرئيس تعافى هذا شيء يعقد لهم مهمتهم ويبقى الأمر يلعب بأسليم أخرى يتوقف الأمر في الأيام القادمة الأمر الآخر أنهم يرقدوا اللعب ويعودوا يصلحوا الأمور مع الرئيس ويخلوا الرئيس نورمال يرجع للجزائر يتخذ كثير من القرارات ربما يقيل بعض الوزراء ربما يقيل حتى الحكومة ربما يتخذ بعض الإجراءات تتعلق ببعض الموظفين ومستشارين يوظف بعض المستشارين جدد أنا أجزم لكم بأنه سيتخذ إجراءات تجاه القسم الإعلامي ربما سيعين رئيس أو مدير ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية ومدير الإعلام للرئاسة لأن الرئاسة تحتاج إلى مدير إعلام تحتاج إلى طاقم إعلامي حقيقي يقينخبوي يستطيع أن يصنع علاقات ويستطيع أن يصنع مشاريع يستطيع أن يعطي المصدقية لرئاسة الجمهورية دول عندها في رئاستها قسم إعلامي الباطل يرجعوا حق نحن الإشكالية أنه عندنا قسم إعلامي الحق يرجعوا باطل وهذه هي الكارثة اللي أضرت بالجزاء إذن كما قلت جاء خطاب الرئيس بدون العودة إليهم أشعل بعض الخلافات وأغضبهم يعني أغضب الكثير من الدوائر أن الرئيس لم يستشرهم في هذا الخطاب هناك ليتفاجئوا شفوه في التلفزيونات ما سمعوا به أصلا ولذلك غضبوا على الرئيس ولكن هذا الغضب لن يطول لن يطول وهناك عملية محاولة لملمة الأمر أمر هناك اتصالات خفية هناك ربما حتى تكون في اليومين هذا الزيارات قد يظهرون الرئيس غدوة أو بعد غد جالس مع حتى مسؤولين في الدولة الجزائرية هذا غير مستبعد معلومتي تقول أنهم سيسافرون إلى الرئيس ويلتقوه وسيصورون هذا الأضع فقط هم الآن في مرحلة التهدئة وليس في مرحلة التصعيد بعد تهدأ لهم الأمور سيعيدوا حبك أو المخططات من جديد الآن الرئيس أمامه خيارات الرئيس لن يعود إلى وضعه الصحي اللي كان من قبل حتى لو كانت شوفه يمشي وشوفه في مكتبه وشوفه عادله ملامحه رح يبقى يعاني من المرض الرئيس لن يشفى تماما لأنه 75 سنة وعنده أمراض وكذا وكذا لن يعود إلى وضعه الصحي الكامل إما أن الرئيس سيبقى يمارس مهامه بصفة عادية في ظل هذا الوضع الذي هو عليه الجديد الأمر الثاني إما أنه سيتخذ بنفسه أنه وحده يوجد قانون الانتخابات وكذا كذا ويعلن عن انتخابات رئاسية مسبقة لن يترشح لها في غضون في طرس التشهور ولا في غضون سنة أو أنه هذا الرئيس يسر على إتمام مشروعه بالطريقة التي وعد به وهذا طبعا رح يخليه دائما في صراعات ونزالات خاصة أن الرئيس كما يقولوا ما عندوش قوة ما عندوش قوة معاه حتى اللي ظهروا معاه رهما عندهمش تأثير القضية يتوقف قوة الرئيس توقف قضية وقوفه معاه المؤسسة العسكرية ترى هل المؤسسة العسكرية بقية شنغريحة واقفة معاه المئة في المئة وأن الرئيس يخرج لهم في أمور معينة وأن يتخذ قرار بتنحية جنرال من الجنرالات رح يغضبوا عليه غضب كبير يعني راههم متحكمين في وزارة الدفاع متحكمين في قيادة الأركان متحكمين في الأجهزة صاروا حتى الرئاسة متحكمين فيها وهم يريدون الحفاظ على هذه السلطة إذا كان الرئيس رح يقفلهم بالمرساد رح يدفع الثمن غالي ربما يجد نفسه حتى والله ضحية انقلاب مقنن ومطبوخ طبخة مع دوائر خارجية هذه الدوائر الخارجية تعطيه شرعية ما تقدروا تتصوره إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد في هذه المداخلة بلا أدنى شك أنها كانت هناك طبخة هذه الطبخة هدفها إسقاط الرئيس إذن من قبل حاولوا إسقاطوا أنهم يوصلوه إلى صدام مع الشارع بعد ذلك جاءت مرحلة المرض حاولوا إسقاطوا عن طريق استغلال مرضه والطريقة التي تعاملوا بها معاه كانت فقط أفقدت ثقة الجزائريين في رئاسة الجمهورية وإذا فقدت رئاسة الجمهورية ثقة الجزائريين فيها بهذه الحالة معناها حتى الرئيس يفقد الثقة أمر آخر أنه حتى الدستور في حد ذاته ورطوه في استفتاء الدستور ورطوه بمعنى الكلمة نعم ورطوه لأنه شفت نتائج الاستفتاء لو كان الرئيس عنده مستشارين حقيقيين لا نصحوه بأن لا يذهب إلى الاستفتاء أن الأولوية انتاعه هي مكافحة وباء كورونا ولكن للأسف الشديد الرئيس تورط وشفت النتائج ورح يبقى دائما أنه يعاني الرئيس من دستور ليست له شرعية شعبية الآن إذا ذهب إلى انتخابات أخرى كالانتخابات البرلمانية نفس الشيء سيكون العزو في الشعب بل أنها ستتسبب في تعليب الشارع الجزائري في ظل هذا الفقر وهذه الأزمات التي شفناها بسبب وباء كورونا وما خلفته على وضع الاجتماعي للجزائريين إذن أنه الجهات التي توصي الرئيس يستورطه هل هو مقتنع بالشيء الذي يدير فيه إذا كان هو مقتنع فهي كارثة وإذا كان غير مقتنع فهي أم الكوارث لأن هناك الذي يجبر الرئيس على هذا الشيء أما إذا كان مظل يجري تضليله بهذه الطريقة فهي أيضا كارثة أخرى لأنه لا يعقل أنه رئيس دولة يمر بانتخابات 12-12 التي لم تكن فيها المشاركة بما يجب أن يكون وبدأ عاد وبعد ذلك يدخل الاستفتاء شعبي هذا الاستفتاء الشعبي تشارك فيه نسبة ضائلة من الجزائريين للاستفتاء على وثيقة التي تعتبر أهم وثيقة نفس العرابة الذي صنعته دوائر بتفليقة من قبل الذي كتب له الدستور هو نفسه سيزيد يعد قانون الانتخابات وإذا عد لك العرابة قانون الانتخابات يا سيادة الرئيس فإنه بذلك يزيد يقضي على شعبيتك يخلي الجزائريين ما يروحوش لسناديق الاقتراح وبذلك تكون خلاص أنت راهم حطاتك العصابة في وضع لا تحسد عليه أنهم يقولوا بأنكم كنتوا تلوموا في بوتفليقة في الانتخابات يقول لك بوتفليقة على الأقل كانوا يشاركوا يشاركوا الكثير من الجزائريين ينفر الاستفتاءات ها هو والانتخابات ها هو الرئيسكم دستور يشاركوا فطاو عليه ثلاث ملايين بالموافقة من أكثر من 44 مليون جزائري راح تجي انتخابات برلمانية أيضا راح يترشح جمعت الشكارة الأحزاب هذه أحزاب الشيطة وأحزاب دكاكين الحزبية هذه راح تمارس نفس الطريقة اللي كانت تمارس فيها في عدد بوتفليقة لأنه لم يتم تنظيفها وتطهيرها من المفسدين وشفنا هذا البعجي انتعرفه لان في الوقت للجزائريين عاملين حملة على السفير الفرنسي وعلى تدخلاته في الشأن الجزائري يقوم يجيبوا يكرموا حتى أنه النائب كمال بالعربي كشف بأنه البعجي هدده هاتفيا إذا وصل الحديث عن ملف الاعتذار الفرنسي للجزائري شوفوا وصلنا جبهة التحرير يتقول لك أنا هي جبهة التحرير التي ورفت جبهة التحرير اللي كانت في الثورة الآن رئيسها شوف كيفاش يطبل وكيفاش يكرم السفير الفرنسي بل أنه يعمل على منع الحديث عن ملف الاعتذار هذا من المفروض تتم إسقاطه أنتوا تقولون نرى ندخلنا في مرحلة النوفمبرية والباديسية ولا نشوف لذلك أنهم الجزائريين للأسف شديد الجزائريين عاطفين عاطفيين جدا وهذا من الأخطاء التي يجب أن نتوقف عليها اللي يجي يلعب لهم على وطر فلسطين يصف قولوا اللي يجي يلعب لهم على وطر الكره الفرنسا يصف يقولون لكم بأننا انتخذوا أمور معادية لفرنسا وهم يحلموا يدوا إقامة في فرنسا ويقولوا بأننا ضد النفوذ الفرنسي وهو ما اللي يجيبوا في الفرنسيس ويعطوا لهم في النفوذ تحت الطاولة ويخدروا فيكم بالشعارات وبهذه الأشياء أمر آخر أنه يجيوا يقولون لكم نحن لا نهلوى للتطبيع نحن مع فلسطين أو ظالمة أو مظلومة يا جماعة والله كل كلام فارغ يكذبوا على الجزائريين فقط ويدغضغوا في مشاعرهم حتى تصريحات الرئيس ضد التطبيع جات في ظروف كان أراد مغازلة الشارع الجزائري باشي روح لصناديق الاقتراع هذا هو كان سببها الأكثر لأنه عندما تتفق القوى الكبرى في قضايا كبرى أي الصغار ما عندهم غير يتبعوا وجزائر دولة ضعيفة وهشة من الناحية السياسية من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية من ناحية الدبلوماسية من كل النواحي الدولة الجزائرية هشة رغم أنها عندها كل المقومات أنها تكون دولة قوية عندما يكون نظامها يتعامل بهذه الطريقة يقع الرئيس يمرض يطبخونه في طبخات راح يطيحوه ويطيحوه بطريقة طيبات الحمام الرئيس اليوم من هذا ما شفنا عنده حتى برنامج ما كان أعطى برنامج وعد الجزائريين أن يسترجع الأموال ما عليه جاءت ظروف كورونا وجاءت هذه الأشياء الجزائري ولا ما يقدرش يروح البوسط يجبت شهريته عادي يقول ما عدنا نتمنى الرجع دراهم يا أنا فقط تعخدمتي بشر ربي بهولادي إذن إخواني الكرام ما يحدث هو مؤسف جدا جدا وأنا عندما أقول هذا الكلام لا يعني أبدا أنني أسود الواقع لكن يجب أن ننظر إلى الواقع في حقيقته من أجل أن نتجاوزه من أجل أن نصلح الأمور ما نجيش نزركش لك شي هو فاسد ونحط له بالألوان هو نواري بلون باش فقط باش تظهر الجزائر لا المعارك الكبرى لا تنتصر بها تنتصر فيها بقوة مزيفة ولا بشعارات طنانة ورنانة المعارك الكبرى تنتصر بها لما تكون كبير حقيقة لما تكون قوي حقيقة ما تروح لإش المعركة تدي لي تدي لي شخص أعمى ومريض عنده كل الأمراض وتقول لي وتدير له هالة إعلامية على أنه قوي وتنتظر أنه تنتصر أبدا ستهزم شر هزيمة لا يجب أن تكون قوي حقيقة وليس بالدعاية ولهذه الأشياء هذه أمور تحدثنا عنها كثيرا أختم الكلام إخواني الكرام أن ظهور الرئيس أفسد طبخة لعزله والآن أن هذه الفئة أو هذا اللوبي الذي خطط لعزل الرئيس لا يعني أنه انتهى ولكنه دخل مرحلة المهادنة حتى لا تنكشف أوراقه والرئيس بحد ذاته لن يذهب بعيدا ضدهم لأنه أيضا يريد أن يهادن أدن ويعود إلى ممارسة مهامه في ظرف صحي سيء لأنه لو يرفع أيضا من حجم التحدي لهم سيستغلون ظروفه الصحية ويتخذون أشياء كثيرة لا يمكن أن تخطر على البال هذا ما أردت أن أقوله إخواني في هذه المداخلة هناك جوانب كثيرة ما زال سيطول الحديث فيها وهناك الكثير من المعلومات سنحاول التحقق منها وعندما يستوي الأمر سنتحدث إليكم فيها نرجو منكم نشر هذا الفيديو على حسب المتاح لديكم بارك الله فيكم ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله لذلك لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله